السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في شغلة كمان عن الاسكان اف لا نتكلم عليها الان بشكل عام احنا اتفقنا انه مثلا شافوا درس سايز اوف اتفقنا انه سايز اوف اوف ترجع قيمة او حجم المتغير في الذاكرة كم فترجع عدد صحيح يعني حجز اربعة اماكن اشرة بايتس تامنية بايتس على حسب حجم المتغير سكان اف ماذا ترجع هي تستقبل هي كدالا او كفانكشن هي تستقبل القيم اللي بيدخلها المستخدمة من طريق الكيبورد وتخزنها عندها في الذاكرة في الاماكن اللي انت حددت لليها لكن ماذا ترجع انه نمتو هنا انت اي وبعدين هنا طلبنا مني نستخدم انه يدخل رقمين وعملنا الاسكان اف الان ناتج الاسكان اف كله بخزنه داخل ال ا وبعدين بطبع قيمة ال ا نشوف ايش بيطبع وبعدين نفسر ليش طبع بهذا الشكل بندخل احنا رقمين عاديين اي رقمين نصطبع لي هنا بالناتج كان اثنين عشان يكون الموضوع واضح شويتين فبعمل هنا ساوي اي ساوي الاثنين عشان تعرفوا من وين اجت الاثنين هذه ان شغلوا مرة تانية هنا اربعة سالب سبعة مثلات وهنا كان طلعت اثنين ما زال غيرت الارقام وما زالت الرقم قيمة هاتنين الاي هذه تقدم بداخلها ما ترجعه سكان اف ايش ارجعت لي حسبت كم عدد المتغيرات اللي انت ادخلتهم انت كما ادخلت ارقام رقمين بغطن النظر عن قيمة الرقمين دخلت سبعة وسالب تمانية عشرين وصفر مهما كان الرقمين انت دخلت اثنين يعني قيمتين اثنين فهو يحسب يشوف دخل قيمتين اثنين فهو هنا عمل ايش قيمة الاي بكم؟ باثنين لشان كده انا لما انشأت المتغير اي انشأته من النوع انتجار لان انا عارفة القيم اللي بيرجعها بسكان اف هي ترجع قيمة انتجار حتى هو هنا مكتوب انت سكان اف وبعدين هنا مكتوب ايش تستقبل وبالتالي هي ترجع عدد القيم اللي ادخلتها احنا عشان نتاكد كمان شويتان ممكن هنا نعمل واحد ثالث هنا فهنا بنخط كمان ايش برسنتاج بهذا الشكل وهنا نعمل واحط هنا برسنتاج اف في هذا الشكل لو اشغله احط طبعا هنا الرسالة خطأ انتر 2 numbers انتر 3 numbers بيطلع لي هنا كم؟ ثلاثة ليش ثلاثة؟ لان انت القيم اللي دخلته عبارة عن ثلاث قيم بغض النظر بقولنا عن الناتج في بعض الاوقات واحد يعني لمن يكتب لازم ينتبه على الرسالة اللي يحطها لي المستخدم عشان يكون المستخدم واعي للشي اللي لازم يحطه فبالنسبة للسكان اف السكان اف مجرد ما تحطه للارقام اذا حطيت الناتج تبعها داخل متغير وطبعته بتلاقيها كده بسحلة طبعا بالغالب ما نحتاجش فنعمله هكذا ما نحتاجش قيمة السكان اف فتلاقيها دائم نكتبها سكان اف مثل البرنت اف نتكلم عن البرنت اف بالفيديو القادم ان شاء الله فمثل ما قلنا سكان اف هي عبارة عن فانكشن لاستقبال الارقام وحقزنا في الذاكرة ولكن ماذا ترجع ترجع عدد الارقام اللي انت انخلت لها كم رقم دخلت خمسة ستة او كم value دخلت مش بتضرور الارقام ممكن مكون characters فكم value دخلت يعني كم هنا percentage كم هنا specific فعالعددهم انا بحط فحنا حطينا بس الناتج داخل اي عشان تعرف ايش القيم اللي ترجعها فلما انطبعنا اي ثلاثة ثلاثة بسبب انه احنا ادخلنا ثلاثة ولما كانوا بس نموا ونمتوا كمان نفس الشي عملت بهذا الشكل كمان يعني شغلة لازم تنتبهوا عليها اللي هي نفترض انه كان بهذا الشكل هذا الجزية غير موجودة وانا عامل هنا ثلاثة فرمات سبيسي فايرز مش اثنين بين اسامل متغيرات اثنين ورح تشغلت بهذا الشكل ورح تحطيت هنا ارقام يروح يعملي مشكلة بعد الرقم الثالث لانه انت يعني مجالس تعمل المشكلة انت طالب ثري سبيسي فايرز بس انا عندي اسمين اثنين فقط لا غير فانا ممكن ارجع بهذا لازم ثلاثة سبيسي فايرز يعني ثلاثة اسماء طيب هل ينفع عامل هكذا ينفع اول مرة بيدخل اول رقم داخل نوم 1 ثاني مرة بيدخل ثاني رقم داخل نوم 2 ثالث رقم بيحذف الرقم اللي يدخل داخل نوم 2 ويعيد بالرقم الجديد داخل نوم 2 بهذا الشكل يعني ما فيهاش اشكالية ولكن نوم 2 بالاول بتاخد ستة بعين بتحذف الستة وبعين بتحط ايش تسعة بالتالي اخر value لنوم 2 كم تسعة فعني هذا المهم انه لازم هنا يكون ثلاثة اسماء وهنا ثلاثة سبيسي فايرز حتى لو تكررت الاسماء هذا شي عادي طيب هذي شغلة الشغلة الثانية اللي لازم واحد كمان ينتبع عليها انه فيه بعض الاشخاص مثلا هنا كتبت انا ثلاثة اسامي بس هنا عملت 2 سبيسي فايرز لو اجي اشغل وروح احط اول رقم ثاني رقم خلاص ما ينتظرش ثالث رقم ليش؟ لانه هو فعليا يمشي على مين؟ على السبيسي فايرز يمشي على هدول شاف اول واحدة اخذ الاول واحدة ثاني واحدة اخذ الى ثاني واحدة ثالث واحدة ما فيش ثالث واحدة فما يشوش هذي الجزئية نهائية ما يعتبرهاش ولا يشوها وبالتالي كل اللي بس بيعمله انه بيعمل خلينا نقول اه وورننج انه انت كاتب واحدة دا دا ولكن ما فيش مشكلة في الكود ككتابه هو بياخد على هدول هم اتنين حتى قيمة الاي بتمشي على السبيسي فايرز اللي هنا بس لو كان العكس هنا فيه سبيسي فايرز ماذا ما فيش اشكالية اللهم ان انت جالس تحط قيمة وتحذف قيمة اخرى متبع منها عملنا نمتو بعدين نمتو هي ما فيش اشكالية ولكن هي ك كود ولكن مش من المنطق اني انا ادخل قيمة واحذفها في نفس اللحظة انا ممكن اغير صح قيمة نمتو ولكن بعد اول مرة دخلتها الامبلسكان واستخدمتها بعد ستين سطر سبعين سطر غيرت قيمة النمتو عادي لكن في نفس اللحظة اللي انا ادخلت فيها قمت غيرت فيها قبل ما استخدم مش من المنطق انك تدخل رقمين وانت عارف انه في واحد ما بتستخدموش ليش العظات يعني ادخل خمسة وبعدين حذفها ودخل ستة طب ليش دخلت الخمسة الاول بدل ما تحط له مرتين وضعي لهذا هنا اثنين مشكلة منطقية وليست مشكلة برمجية بالكتابة الكتابة سليمة مليون في المئة ولكن هذا مش منطق برمجي للوجك يعني مش معقول انا ادخل اثنين واحدف عشان ادخل ثلاثة انت ادخل ثلاثة من الاول وخلاص ليش احطه مرتين واربعا من دون الاستخدام تغيير لنفس المتغير مش بنفس اللحظة انت تدخل اثنين وتستخدمه وبعد ان تستخدم اثنين ترجع تغيره وتحط ثلاثة هذا عادي لكن ان انت تحط اثنين وتحذف وتحط ثلاثة مباشرة من دون الاستخدام هذا هو اللي بشونطك ولا لوجك حتى هذا بالنسبة لي الاسكان اف اشتركوا في القناة